السلام عليكم مرحبا بكم في قناة خوخا اليوم جبت لكم وصفة الميني كيش بدون عجل وبدون تحضير الحجوة وطهيها سهلة مهلة خفيفة ضريفة وبنينة بزبزب جربها الاول مرة وغدت تعتمد لها كل مرة ولا ننسى شعرنا ابقى في بيتك واطبخ معي لسلامتنا وسلامتك ولا تنسى كذلك اذا كنت اول مرة تجاهد هذا الفيديو اشترك في قناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد فيديو هاتي ولا تنسوا دعم الفيديو بلايك باش تكبر رعا لتانا ونزيدو نفيدو الناس ونستفادو يلا ما نطولش عليكم نروحوا الى مقادير هذه الوصفة بدون ايطالة نحتاج الى 250 جرام فرينا اللي هي طحين ونصف كأس زيت ما يعادل 100 مليلتر ونصف كأس ماء كذلك يكون دافي ما يعادل 100 مليلتر ملعقة صغيرة خميرة الخبز وملعقة صغيرة الملح نحتاج الى هذا تعال الميكسر اللي عندك ولي عندك علبة بلاستيكية مغلقة يعني يكون عندها بلعة تاحال غلف نحط اول حاجة الزيت ثم نضيف الفرينا ثم نضيف الماء يكون دافي ونضيف كذلك ملعقة صغيرة من خميرة الخبز وقرصة على الملح ما يعادل نصف ملعقة صغيرة نغلق بإحكام عقد الغيطاء التاعنا العلبة ونرج يعني نحرك بهذا الشكل حتى يندمج كم المكونات فيما بعضها البعض وتصبح عنا عجينة ملاحظة إذا كانت عندك الطحين اللي هو الفرينا ما يشربش السوائل بترعة وحليتي العلبة التاعك تلقيتها مازالة يعني متلم متلكش ضيفينا شوية عفرينا قد ملعقة نصف ملعقة صغيرة فرينا وعاودي حركي بلع العلبة وحركي مليح فتحصلين على هذه العجينة الطرية هنا يا رحلي المقطع تعمل كنت ننبلسي فيهم هنا في مول صغار هنا عندك حرية الاختيار بغيت تديرهم في مول كبير واحد ولا تديروا في مول هذا الصغار اللي هما ميني كيش اسميناهم اليومين كيش وتحكمي بشوية وتتعمري هكذا في مول تمشيهم كامل وبعده كنت تقبيهم بالفرشيطة يعني بالقارفو والحش وهنايا يعني ما طيبها ما ولو تجيبي البيت يكون مغلي يعني فايد مسلوق المهم وجيبي تونة تونة التمادم يعني الطومات ونمزج هالمكوينين فيما بعضهم البعض هكذا من بعد نضيف له ملعقة كبيرة من الجبن الطري وهنا اختياري كل واحدة والأدواق تاعة لكن بهذه الحشوة تخرج روعة وتخرج يعني بنينة بزاف وكذلك ما شاء الله عليها يعني بنينة المهم نحن نحرر لكم الليح هذ المكوينات فيما بعدها البعض بعدها كنا نروح نديرو حبه بيت ولا تنين حبه بيت أوكي لكي الاختيار على حسب يعني أفراد العائلة يشحالهم عرام بزاف ولا شوي وأنا غد نزيد حبه حبه بيت لكي الاختيار وهناي جبت لكي الاختيار السائلة واختياري إذا ما كانش متوفر عندك الكريمة السائلة ديري الحليب أوكي الحليب عادي ديري وهناي غد نزيد حبه تعال البيض لأنه عندي كمية كبيرة غد نزيدها اليوم للأفراد العائلة وهناي غد نزيد شوية تعال فلفل أسود والملح ونواصل التحريق كذلك البيض مع الكخيم فخاش هذه الكريمة السائلة يعني يعطي لك واحد الكتافة تعال الحشوة تنزيد أكثر وجي خفيفة وبنينة بزاف هنا ضفت حبه وحد أخرى لأنه عندي كمية شوية كبيرة وني بغير هذه الحشوة تعال جيها كبومبي من تفخم جي شبه تبعي هالخطوات تنجح لك أكيد وقمت بالضيفة ستبعي حماية ويبقى أنه بشكرا على الوفق هنا سنجد كمية من الحشوة في المول التوعي تعال كي شهده وقمت لك عندما تعمل قد تفرش معك هذا المول يجب عليك مول كبير ويجب علي هذه الخبزة كبيرة وقسمي تتخنج إلى الأخسام بعد ما عمرت الحشوة التعيف لمول وملاحظة لازم تتق بها بالفرشيطة لانه فيها خميرة باش ما تنتفخش اوكي وهنا قد نضيف الكريمة السائلة اللي خلطها مع البيض فوقها بالملعقة نضيف كمية مليحة لازم تتعمر بهذا الشكل هذه الوصفة ما تشدكش في الوقت يعني تديرها في الوقت اللي تبغي تاكلي تفطري ولا تتعشي توجدها توجد بكل سرعة لانه العجينة ما تريح مولو غي تتخلطها منه توجدها في ليمول منه وطيبها حتى الحشوة السهلة وبنينا وهنا اختيار الحشوة اذا بغيت تديري بصل مع الكفتة تقليهم وديريهم اذا بغيت تديري الجاج كذلك تجي يعني اي حشوة تبغيها وتفضليها ديريها فيها نوصل لهذه العملية نعمر كامل القوالي بتوعي بلاك خاف خاش اللي هي درتع بالبيض ودخليها في الفرن انا عندي فرن المروحة نشعل المروحة تتعي ملفوقه من تحت يطيب لي سوي سوي اذا ما كاش عندك الفرن مروحة نشعلي لها من تحته كي تشوفي احمارة من الجوانب ملفوقه كيمهاء طفي من تحته وشعله من الفوق لكن خليها تطيب على خاطرها ما تتقلقيش عليها وما تتقويش عليها النار خليها كمية وتمانين درجة مئوية وما تروحيش تخليها يعني قايد قابليها اذا كان عندك الفرن ساخن بزاف فهي غادي تطيب بسرعة من الاحسد تكوني مقابلتها ومن تطيب وتكمل خرجي المول تاعك وحاولي هكا تقلبيها لانه المول قبل تكوني دهنتها بشوية زبدة كي تتفادي العجينة تلسق لك في المول وتغبنك وهي يعني ما تلسق مولو انا منها اللي بديت نديرها امرها للاسقط لي ما اقللي اللي يمول ديرها منهم وعاودة درت منهم مشي جدد طعني وجدتها في البلاتاعي وقد ندخلها للفرن يا سلام هيا لخارجت يا سلام على الدوق وعلى المنظر المنظر وحده ياخد العقل يعني لما تشوفيها تشتهي باش تاكليها ولما تاكليها تشتهي باش تعاودي تديرها وتاكليها نقول لكم صحتكم هذه الوصفة اللي غادي تجربوها اكيد كما مولف تجربوا وصفتي وتنجحها لكم وهذا يفرحني بزاف بزاف لرقم ديني اتقافية ورقم تجربوا وصفتي وتردوا عليها يا الله شعن نفرح بتبنوني خوخة جربنا الوصفة ونجحت معنا وربي شاهد انه هذه القناة فتحتها باش نفيد الناس اكثر من اني انا نستفاد ولازم الواحد يعمل من قلبه باش توصل للقلب لانه حاجة كي تخدميها وانتي تحبيها تبغيها توصلي وتنجحي فيها اذا كنتي ما تبغيش الحاجة اللي لك يديرها ولا عندك غارد من هذا الشي وما وصلتيش الغارد التاعك فغادي تكرهي وتفشلي فهذه نصيحة لكل واحد بغي يوصل الهدف تاعه انه يخدم من قلبه واذا كان يخدم من قلبه هو عنده غارد ربي يكمل لها ان شاء الله وكذلك احنا يعني نتمنى ان شاء الله تدعمونا وكذلك بروت نقولكم حاجة انه ان شاء الله ان شاء الله يربي اذا نجحت القناة تاعي وكبرت وهذا وعد مني وبديت نخلص منيه الربح تاع هذا القناة تاعي اغلبه اغلبه الاغلب بتاع الربح يروح الفقراء والمساكين والمحتاجين والمرضى وهذه امنيتي منها اللي افتحت القناة فاذا كنتوا حابين تدعموني وتدعموا القناة فيكون في ميزان حسناتكم وان شاء الله تشوفوها بعينكم وحنا نساعد الفقراء والمساكين يا رب العالمين وكلنا فقراء لله ولكن في ناس محتاجة اكتر اكتر مننا راكم تشوفوا بعينكم ناس كراها محتاجة في هذا رمضان راها محتاجة لابسط حقوق الحياة يعني محتاجين لساكن محتاجين لأكل محتاجين للباس الى تلاجة يعني والله يكون في عونهم وعوننا وقدرنا يا ربي على فعل الخير اللهم امين يا رب العالمين وما يكونش طولت عليكم وان شاء الله نكونوا خفافة على قلوبكم اللهم امين ورمضان كريم ولا مرفعنا البلاء ولا تنسوا ابقوا في دياركم ونغسل يديك امليح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة